الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وسيأتي في الحديث التاسع عشر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الأصل السادس من أصول الإيمان الواردة في حديث جبريل عليه السلام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وشأنه في الدين عظيم فلا يستقيم إيمان عبد ولا توحيده إلا إذا آمن بالقدر ولهذا قال الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا بمعنى أن العبد لا يمكن أن يكون موحدا لله جل وعلا إلا إذا آمن بالقدر وأن الأمور كلها بتقديره سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكما قال الله سبحانه وتعالى ثم جئت على قدر يا موسى كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كما قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالإيمان بالقدر أصل من أصول هذا الدين والقدر كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبر رحمه الله قدرة الله فالمكذب بالقدر مكذب بقدرة الله جل وعلا والمكذب بقدرة الله كافر بالله كافر بالله ينتقض إيمانه وقد مر معنا براءة ابن عمر رضي الله عنه ممن أنكروا القدر وقوله رضي الله عنه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحد هؤلاء مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر ما لم يؤمن بالقدر فالذي لا يؤمن بالقدر وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة كافر بالله جل وعلا منكر قدرة الله عز وجل على كل شيء والإيمان بالقدر هو إيمان العبد بأن الله عز وجل علم كل شيء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأن يؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأن يؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء فهذه حقيقة الإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بأمور أربعة ليكون العبد مؤمنا بالقدر وبدونها لا يكون إيمان بالقدر يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد فهذه الأربع لا يؤمن بالقدر من لم يؤمن بها فمن كذب بها أو ببعضها هو مكذب بالقدر المرتبة الأولى العلم الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي المحيط الشامل الواسع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله جل وعلا خالق هذا الكون محيط علمه بكل شيء فيه محيط علمه تبارك وتعالى بكل شيء في هذا الكون الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فهذا الخلق خلق الله جل وعلا دليل واضح على قدرة خالقه عليه ودليل على إحاطة علم خالقه به وأن خالقه ومبدعه وموجده قد أحاط علما بجميع الكائنات وأحصى كل شيء عددا ولا يخفى عليه خافية فالأرض ولا في السماء والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدوا بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة قال الله تبارك وتعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فكل شيء فعله الناس ويفعلونه كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن يخلقوا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذن الإيمان بالكتابة من الإيمان بالقدر ومن جهد الكتابة التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يكون مؤمنا بالقدر لأن هذه من مراتب الإيمان بالقدر لأن هذه من مراتب الإيمان بالقدر ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بالكتابة والمرتبة الثالثة المشيئة النافذة والقدرة الشاملة المشيئة النافذة أي أن ما شاءه الله جل وعلا ينفذ ولا رد له لأنه سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه فما شاءه سبحانه كان وما لم يشاءه لم يكن الذي يشاءه سبحانه وتعالى يقع طبقا لما شاء ولا يمكن أن يتخلف لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون نافذة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا يمكن أن يتخلف شيء أراد الله سبحانه وتعالى وجوده فما شئته سبحانه وتعالى في الكون نافذة وقدرته شاملة لكل شيء إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء وهو جل وعلا القوي المتين القدير على كل شيء سبحانه وتعالى والمرتبة الرابعة الإيمان بأنه جل وعز خالق كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون فوجل وعلا خالق كل شيء خالق العباد وخالق أفعال العباد خلق العبد وخلق الإرادة التي في العبد وخالق السبب التام خالق المسبب الإرادة التي عند العبد التي يريد بها خيرا أو يريد بها شرا يريد بها نفعا أو يريد بها ضرا مخلوقة لله مخلوقة لله تبارك وتعالى الله الذي خلقها وما ينشأ عن هذه الإرادة من أفعال مخلوق لله لأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء ومن لم يقل بذلك فإنه ولابد سيزعم بوجود خالق مع الله وهذا شرك في الربوبية والخلق والتدبير فمن مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء خالق للأشخاص وخالق لما يقوم به الأشخاص من أعمال وأفعال وحركات وسكنات فكل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى فهذه مراتب الإيمان بالقدر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه هذه مراتب الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها وإذا علم العبد ذلك وتقرر هذا الأمر في قلبه ورسخ في نفسه ربما أن يرد عليه سؤال أو يجول في ذهنه السؤال وهو سؤال كما يقال يطرح نفسه عندما يعلم العبد بهذه المراتب للقدر ويؤمن بها كما جاءت فإنه سيأتي على سيرد عليه السؤال إذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فيما العمل لماذا يعمل الإنسان لماذا يعمل والأمر مكتوب لماذا لا يتكل على ما كتب لماذا لا يتوقف عن العمل ويقول الذي كتبه الله سيكون أما أنا لن أصلي ولن إلى آخرة فهذا سؤال ربما يرد على كثير من الأذهان وهو سؤال حارت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وظل فيه أقوام سؤال جنح بأقوام عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم ومهما تطلب الإنسان جوابا لهذا السؤال لن يجد جوابا يشفي الغليل ويروي ويروي العليل غير جواب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما سأله أو عندما سأله الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال نفسه قالوا له فيما العمل وقالوا له ألا نتكل على الكتاب فأجاب عليه الصلاة والسلام بما فيه الغنية والكفاية والشفاء فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فذكر عليه الصلاة والسلام في الجواب أمرين وقرر أصلين لا يستقيم العبد على الجادة إلا بهما الأصل الأول في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا وهذا أمر بفعل السبب وبذلي النافع المفيد وتجنب الضار قال اعملوا ولا يؤمر بالعمل إلا من له مشيئة أما الذي لا مشيئة له فإنه لا يؤمر بالعمل وهذا دليل على أن العبد له مشيئة والقرآن نص على ذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت للعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت للعبد مشيئة لكن هذه المشيئة التي عند العبد ليست مشيئة مستقلة ولكنها تحت مشيئة الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهي مشيئة تحت مشيئة الله فإذن العبد له مشيئة وبمسيئته يختار يذهب إلى طريق العبادة أو إلى طريق النار بنفسه بمسيئته واختياره ومسيئته تحت مسيئة الله لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأدنى بوقوعه سبحانه وتعالى فقوله اعملوا هذا أصل عظيم في الباب وهو الأمر بالعمل وبذل السبب ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة تأمر العباد بالعمل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الأمر بإقام الصلاة بإيتاء الزكاة ببر الوالدين إلى غير ذلك هذه أوامر إنما يؤمر بها من له مشيئة فإذن هذا الأصل الأول العبد مع إيمانه بالقدر ومن تمام إيمانه بالقدر أن يبذل الأسباب النافعة ويتجنب الأسباب المهلكة والأصل الثاني مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له سواء كان خلق للسعادة أو خلق للشقاوة كل ميسر لما خلق له وهذا فيه دعوة للعبد إلى الارتباط بالله وطلب التيسير والتوفيق والثبات والهداية والعون والرشاد منه سبحانه لأن الأمر بيده وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أَوَوَا أَوَا إِنَّ هَ capita وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكان إذا خرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه فهذه الأمور كلها بيد الله كلها بيد الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء الهداية بيده والضلال بيده كل ذلك بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا فكان على من أكرمه الله جل وعلا وهداه وآمن بأقدار الله عز وجل وأن الأمور كلها بمشيئة أن يقبل على الله سائلا إياه جل وعلا الثبات والتوفيق والتيسير والعون على على كل خير وفي الوقت نفسه يبذل الأسفة وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين العبادة غاية والاستعانة وسيلة أنت خلقت لتكون عبدا لله لكن لا تستطيع أن تكون عبدا لله إلا إذا أعانك الله ولهذا أتبع الغاية بالوسيلة التي لا تتحقق الغاية إلا بها قال إياك نعبد وإياك نستعين ونظير هذا قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه أمر باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العون بالتسديد والتوفيق والهداية ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله لابد من الأمرين احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولهذا لا يجوز من الله تبارك وتعالى لأن الأمور كلها بتدبيره وتقديره وتيسيره وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن هذه كلها أمور بتقدير الله سبحانه وتعالى ولهذا من تمام الإيمان بالقدر بذل الأسباب من تمام الإيمان بالقدر بذل الأسباب النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المأمور وترك المحضور نعم قال ثامنا قوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان أعلى الدرجات ودونه درجة الإيمان ودون ذلك درجة الإسلام وكل مؤمن مسلم وكل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا ولهذا جاء في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وجاء في الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك تراه أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى منه خافيا فيحذر أن يراه فيحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره قوله في حديث جبريل أخبرني عن الإحسان الإحسان في اللغة هو الإتقان والإيجادة والإحسان في الدين هو الإتيان به على أتم أحواله وأكملها وأعلاها وأرفعها ولهذا لما قال جبريل أخبرني عن الإحسان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الرتبة رتبة الإحسان التي أعلى رتب الدين ذكر حقيقة الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه يعني أن تكون في إتقانك وإيجادتك في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة العلية والرتبة الرفيعة أن تعبد الله كأنك واقف بين يدي الله ترى الله تصل إلى هذه الرتبة تعبد الله كأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تراه وإن لم يصل الإنسان إلى ذلك فلا أقل ليكون من أهل الإحسان أن يستشعر في عباداته إلى الله وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى اطلاع الله عليه ورؤية الله سبحانه وتعالى لا فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فيستشعر في عبادته لله وتقربه لله تبارك وتعالى اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه ويمضي حياته مستشعرا ذلك فإذا كان على هذه الرتبة وعلى هذه الحال بلغ المبلغ العلي في الدين والرتبة الرفيعة فيه لأنه سيمضي في حياته وأوقاته على السداد والاستقامة وهذا فيه أن العبد لا يزال في رفعة وعلو من دينه ما دام مستشعرا رؤية الله له وإطلاعه عليه وهذا يبين لنا المكانة العظمى لمعرفة الله بأسماء وصفاته وأثر هذه المعرفة على العبد وأن العبد كلما استشعر أسماء الله ومعانيها وصفات الله تبارك وتعالى ودلالاتها كان لها الأثر عليه ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعبد كلما كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ومنه تبارك أو إليه تبارك وتعالى أقرب قال أن تابد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك استشعر رؤيته لك وإذا كان العبد في حياته على هذه الحال دائما يستشعر رؤية الله له فإن هذا الاستشعار هو الذي يحجزه ويردعه عن المعاصي والآثام وهو الذي أيضا يسوقه إلى الطاعات وحسن العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى استشعار رؤية الله جل وعلا وعلمه والطلاعه وهذا كما قال أهل العلم أكبر واعظ للإنسان أكبر واعظ للإنسان أن يستشعر هذا الأمر فإذا بقي معك دائما مستشعرا هذا الأمر بلغ العبد بذلك رتبة المحسنين ودرجة المتكنين في عبادتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج من العبد إلى مجاهدة ومعالجة لنفسه الأمار بالسوء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فالعب بمجاهدته لنفسه واستعانته بربه تبارك وتعالى يبلغ الدرجات العلية يبلغ الدرجات العلية وأهل الإحسان في الأولين كثر وفي الآخرين قلة كما قال الله سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لما ذكر المقربين وهم أهل الإحسان ذكر كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين والعبد ما دام في جهاد في الله عز وجل ومجاهدة لنفسه وحرص وصدق مع الله وحسن إقبال على الله جل وعلا بلغه الله سبحانه وتعالى المنازل العالية والرتب الرفيعة الإحسان مرتبة علية من الدين هي أعلى مراتب الدين وحديث جبريل دل على أن الدين ثلاث مراتب وهي الإسلام والإيمان والإحسان وفسر كل مرتبة من هذه المراتب ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه ثلاث مراتب للدين ولهذا انقسم أهل الدين بحسب تحقيقهم له إلى أقسام ثلاثة مسلم ومؤمن ومحسن وهذا الحديث من خلاله تستطيع أن تفرق بين أهل هذه المراتب الثلاث ومن خلاله تستطيع أن تعرف من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن وعرفنا أن أعلى هذه الرتب رتبة الإحسان ثم يليه الإيمان ثم يليه الإسلام قد قال بعض أهل العلم المتقدمين أو قد ضرب بعض أهل العلم المتقدمين مثلا لتوضيح هذه المراتب الثلاثة فوضع ثلاث دوائر دائرة صغيرة ثم تحيط بها دائرة أوسع منها ثم تحيط بها دائرة أوسع وأشار إلى الدائرة الصغيرة قال هذا الإحسان ثم الأوسع منها قال هذا الإيمان ثم الأوسع منها قال هذا الإسلام وأول ما يدخل العبد الدين يدخل في الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وله وعليه ما علينا فأول ما يدخل الدين يدخل مسلما فإذا تقوى يعني عندما يدخل في الدين بالشهادتين والتزام فرائض الإسلام يكون مسلما فإذا تمكن الإيمان في قلبه ورسخ في نفسه انتقل إلى رتبة الإيمان انتقل إلى رتبة الإيمان وإذا تقوى ثدين وجاهد نفسه في الإتقان لعبادة رب العالمين وصار إلى هذا الحال يعبد الله كأنه يراه بلغ رتبة الإحسان ولهذا إذا نظرت إلى هذه الدواء الثلاثة التوضيحية تجد أن كل محسن ماذا مؤمن مسلم لأن دائرة الإيمان محيطة بالإحسان ودائرة الإسلام محيطة بالإيمان فكل مؤمن فكل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس العكس ليس ليس مسلم مؤمنا محسنا وليس كل مؤمن محسنا والله جل على يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا يعني لم تصل بعد إلى رتبة الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا هؤلاء الذين قال الله عنهم لم تؤمنوا ليسوا كفارا ولا منافقين ليسوا كفارا ولا منافقين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أي أنكم ما زلتم بعد في مرتبة الإسلام أما مرتبة الإيمان فهي أعلى لم تبلغوها وفي حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنة قال أو مسلمة أرشده عليه الصلاة والسلام إلى رتبة الإسلام فكل محسن مؤمن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس العكس عندما تقرأ قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتسأل ما معنى المسلمين وما معنى المؤمنين وقد ذكرهم الله شيئين قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووسألت نفسك من المسلم ومن المؤمن تجد الجواب في حديث جبريل المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج الفرض الذي افترضه الله عليه المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة ولا يكفي هذا لا بد من إضافة المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يصحه إسلامه وعنده من الإيمان القلبي ما يصحه إسلامه لأن العمل الظاهر لا يقبل إلا إذا وجد قدر من الإيمان يصحه هذا الإسلام قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة لا يكفي أن يأتي الإنسان بالعمل الظاهر بل لا بد من وجود إيمان باطن في القلب يصحه الإسلام فهذا هو المسلم المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يصحه إسلامه لكن لو جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وليس عنده مطلقا إيمان قلبي من يكون هذا الذي عنده أعمال ظاهرة وليس عنده مطلقا إيمان قلبي هذا المنافق المنافق يظهر أعمال الباطنة الظاهرة والقلب ليس في أي إيمان عري من الإيمان فإذا لا يكون مسلما إلا إذا جاء بأعمال الإسلام الظاهرة جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلاما هذا بالنسبة لحكم الإسلام من حيث هو والمسلم من حيث هو أما حكمنا على الشخص بكونه مسلم فمن خلال ماذا الظاهر لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر والمؤمن هو الذي تمكن الإيمان في قلبه المؤمن هو الذي تمكن الإيمان في قلبه ورسخ في قلبه ولهذا قال الله للأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يتمكن من قلوبكم والإيمان القلبي يضعف يقو يضعف من الناس من يمتل قلبه إيمانا ومنهم من يكون في قلبه إيمان ضعيف سئل الإمام أحمد رحمه الله أيزيد الإيمان وينقص قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله ليسوا فيه سواء بل هم متفاوتون ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه المشاشة طراف الأصابع طراف الأصابع قال ملئ إيمان فرق بين من ملئ إيمان وامتلأ إيمان وبين شخص يعمل أعمال الإسلام الظاهرة وإيمانها القلب قليل ويسير جدا فهذا القدر القليل واليسير هو الذي صحح عمله الظاهر فكان به مسلما وأما رتبة الإيمان فهي إنما تكون لمن امتلأ قلبه بالإيمان ومن امتلأ قلبه بالإيمان ما مكتظ ذلك أيمكن أن يكون القلب ممتلئا إيمانا ولا يعتني بالعمل ولا يهتم به أبدا لأن امتلاء القلب الإيمان يتبعه لزاما صلاح الأعمال واستقامة الجوارح كما قال عليه الصلاة والسلام لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا امتلأ القلب إيمانا الجوارح تبعه يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب لأن الجوارح مع القلوب لأن حال الجوارح مع القلوب التبعية فالقلب هو الآمر والجوارح بمثابة الجنود المطيعة المنفذة لأمره ولهذا قيل كل مؤمن مسلم ما معنى ذلك لماذا لم يقال كل مسلم مؤمنا لأنه من المسلمين من عنده الأعمال الظاهرة لكن الإيمان ما رسخ وتمكن في قلبه لكن كل مؤمن مسلم لأن القلب إذا عمر بالإيمان تستسلم الجوارح وتنقاد القلب إذا عمر بالإيمان استسلمت الجوارح وانقادت وامتثلت للأوامر لأن الجوارح مع القلب حالها معها التبعية والانقيهات ولا تتخلف عن مراد القلوب ولهذا قيل كل مؤمن مسلم والمحسن أعلى من هؤلاء وهو الذي بلغ في عبادته لله تبارك وتعالى أن عبد الله كأنه يرى الله قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قوله قال تاسعا قوله قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل اختص الله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومنها علم الساعة ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغثة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما أجلت في الساعة قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة أما من أي سنة وفي أي شهر من أي سنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله ففي سنن أبي داود أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس الحديث وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجة وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها قوله في حديث جبريل فأخبرني عن الساعة قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا فيه أن الله عز وجل اختص بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم إلا هو جل وعلا علم الساعة أمر اختص الله جل وعلا بعلمه فلا يعلم متى تقوم إلا هو جل وعلا وكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته ولهذا يجب على العبد أن يبحث في ماذا أعد للساعة يبحث في ماذا أعد للساعة وماذا هيئ لها إذا قامت قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله متى الساعة قال ماذا أعددت لها ماذا أعددت لها فالمهم هو ما أعد للساعة وساعة الإنسان قد تكون بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر فالذي يجتهد الإنسان في تحقيقه هو ماذا أعد للساعة فيبحث عن العلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى الذي هو خير زاد ليوم المعاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب والساعة علمها مختص به جل وعلا فلا يعلم متى تقوم إلا هو جل وعلا قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة أي مختص بذلك وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ومن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاه علم الساعة كما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس خمسة ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة فهذه النصوص وما ورد في معناها تدل على أن علم الساعة مختص به رب العالمين إلا أن السنة قد دلت على أن قيام الساعة يوم جمعة قيام الساعة يوم جمعة كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة فهذا الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم إلا يوم جمعة إلا يوم جمعة لكن لا يدرى في أي سنة وفي أي شهر وأي جمعة من الشهر أوله أو آخره أو وسطه الله أعلم لكنها لا تقوم الساعة إلا يوم جمعة لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقوله ما المسؤول عنها بأعلى من السائل معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها أي سائل وأي مسؤول من المخلوقين سواء في عدم العلم لأن علم الساعة أمر اختص به تبارك وتعالى رب العالمين وجدت كلام الشيخ نستمع الآن إلى كلام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها الآية نعم قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية نعم يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها الذي تجيء به ومتى تحل بالخلق قل إنما علمها عند ربي أي إنه تعالى مختص بعلمها لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون لا تأتيكم إلا بغته أي فجأة من حيث لا تشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لقيامها يسألونك كأنك حفي عنها أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف كأنك مستحف عن السؤال عنها ولم يعلم أنك ولم يعلم أنك بكمال علمك من ربك ولم يعلم أنك ممسوح الحرف بكمال علمك بربك ولم يعلم أنك بكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك فلم لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه نعم قال قوله قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان أماراتها أي علاماتها وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها وعلامات قبل ذلك ومنها العلامات ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث ومعنى قوله أن تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثير إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي وأن من المسبب وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها وفسر بتغيير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لأبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لأبائهم وأمهاتهم ومعنى قوله وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسبون به تتغير أحوالهم ولا يجدون ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان وهاتان العلامتان قد وقعتا نعم قوله ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم معنى مليا زمنا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث ولا تنافي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم بل يكون انصرف من المجلس واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره قوله في هذا الحديث أخبرني عن أماراتها أي أخبرني عن علامات الساعة لأن الساعة لا تقوم حتى يأتي قبلها أمارات وعلامات دالة على دنو مجيئها وقرب قيامها وقسم أهل العلم العلامات إلى قسمين علامات قريبة أي من قيام الساعة وهذه العلامات من شأنها أنها إذا خرجت واحدة منها توالت العلامات تباعا كما ينفرط الخرز من العقد إذا قطع تأتي متوالية وعلى إثرها تقوم الساعة ومن شأنها كذلك أنها إذا ظهرت علامة من هذه العلامات الكبرى على قيام الساعة لا ينفع الإيمان لا ينفع الإيمان لأن الإيمان أصبح إيمان مشاهدة ومعاينة لخراب هذا الكون ودنو قيام الساعة فالإيمان حينئذ إيمان مشاهدة فلا ينفع والذي ينفع هو الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والنوع الآخر من العلامات علامات صغرى تأتي قبل العلامات الكبرى وهي كثيرة جدا ومنها هاتان العلامتان المذكورتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن تلد الأمة ربتها والثانية أن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ومعنى أن تلد الأمة ربتها فسر بعدة تفسيرات منها أن في ذلك إشارة إلى كثرة الفتوح إشارة إلى كثرة الفتوح بحيث يكون من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولده ويكون ولدها بمنزلة سيدها ويكون ولدها بمنزلة سيدها وقيل المراد بذلك أن الأحوال تتغير وأن الأبناء يفسدون ويصبح الإبن من فساده متسلط على والديه ويكون لوالديه بمقام الآمر الناهي فقيل هذا هو المعنى أن تلد الآمة ربتها يعني أن يكون ولدها متسلطا عليها أن يكون ولدها متسلطا عليها آمرا ناهيا مستبدا قيل هذا وقيل أقوال أخرى في معنى الحديث وقوله أن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي أن ترى أهل الماشية وأهل الأغنام وأهل رعاية الأغنام يتحولون إلى المدن والحواضر ويتنافسون في بناء المباني العالية الأدوار يتطاولون في البنيان وهتان العلامتان قد وقعتا إلى هنا انتهى جبريل عليه السلام من مهمة التعليم التي جاء لأجلها فانطلق انتهت مهمته فانطلق ذاهبا فلبث مليا أي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا عمر أتدري من السائل أتدري من السائل قلت الله ورسول أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعني انتظر عليه الصلاة والسلام وقتا وزمانا ثم قال أتدري من السائل وهذا أسلوب تشويق في التعليم قال أتدري من السائل قلت الله ورسول أعلم وفي هذا أيضا الأدب في ما لا يعلمه الإنسان يكله إلى من يعلمه قال قلت الله ورسول أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي قوله أتاكم يعلمكم دينكم دلالة على أن هذا الحديث جمع فيه الدين فيه دلالة على أن هذا الحديث جمع فيه الدين ولهذا كما قدمت في الكلام على صدر هذا الحديث سماه بعض أهل العلم أم السنة لأنه جمع السنة لأن السنة جمعت فيه إجمالا كما جمع القرآن إجمالا في فاتحة الكتاب أم الكتاب ثاني عشر مما يستفاد من الحديث أولا أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم فيسأل من عنده علم بشيء من أجل من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب ثانيا أن الملائكة تتحول تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان فإنه نوع من الكذب وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته لأن بعض الذين يفعلون التمثيل وهو نوع من الكذب لأن الممثل يتقمص شخصية غيره وفي تمثيله له يدعي أنه هو ويتكلم بلسانه على أنه هو وهذا نوع من الكذب سواء كان الغرض من ذلك إضحاك الناس أو كان الغرض من ذلك تعليم الناس فهذا نوع من الكذب لا يجوز فبعض من يفعلون ذلك استدلوا بقصة جبريل استدلوا بقصة جبريل وزعموا أنه ممثل والتمثيل كذب وجبريل عليه السلام وعموم الملائكة مبرؤون من كل ما هو معصيه لله تبارك وتعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ومجيئه على صورة أعرابي هو شيء أقدره الله سبحانه وتعالى عليه وذاك الجسم الكبير الذي صورته الحقيقية له ستمائة جناح يسد الأفق أقدره الله سبحانه وتعالى على أن يأتي ويصغر ذلك الجسم الكبير ويصبح بهذه الصورة صورة أعرابي وهي صورة حقيقية صورة حقيقية يأتي فيها جبريل والله جل وعلا أقدره على ذلك فشتان بين هذا وذاك والتمثيل من الأمور التي فشت في هذا الزمان وكثرت وأصبح بعض الناس ينسبها للإسلام ينسبها للإسلام ويقيمون تمثيليات أو مشاهد ويسمونها إسلامية ينسبونها إلى إلى الإسلام ثم تمارس بإسم التمثيل الإسلامي المدعى أمور هي من الكذب الواضح بل أمور من الضلال البين وأذكر قديما نقل لي بعض الطلاب أن تمثيلية أراد أربابها أن يعلموا بزعمهم الناس أذكار النوم أن يعلموا الناس الحاضرين أذكار النوم وأهمية أذكار النوم فجاءوا بشخص وألبسوه لباسا وغيروا في هيئته وجعلوه على صفة موحشة ومخيفة ومنظر بشع وقالوا أنت إبليس أنت دورك دور إبليس والثاني شاب عنده مشكلة في النوم كل ما يأوي إلى فراش لينام ما يستطيع ويضعون فراش أمام الناس ويأتي هذا الشاب ويتقلب أمام الناس يريد أن ينام ويظهر القلق أمام الناس وكل الذين يرونه يعرفونه يكذب وأنه ليس فعلا يريد أن ينام ولا يستطيع فيتقلب أمامهم ويحاول أن يكون أيضا تقلب أمامهم بشكل مضحك حتى يستمتع الحاضرون برؤيته فيتقلب أمامهم ويتقلب ويتقلب وينادي أنا أريد أن أنام ما يأتي للنوم كيف أنام والناس ينظرون إليه ويضحكون وهو الآن بزعمهم يريدون أن يعلمونهم أهمية الذكر وهذا الذي على صورة أبليس يأتي عند رأسه ويشوش عليه حتى يرى الناس كيف أن أبليس يأتي عند رأسه وما يمكنه من النوم ويدخل في التشويش وثم يأتي شخص بزعمهم على هيئة متدين وناصح ويقول إيش عندك أنت فيقول ما أستطيع ننام يقول ليش ما تسوي أذكار النوم يقول وما هي أذكار النوم فيعلم أذكار النوم فلما يبدأ بأذكار النوم يهرب الشيطان اللي هو واحد منهم أمام الحاضرين يهرب الشيطان وبهذا يكون تم المقصود تعلموا الأذكار تعلموا أذكار النوم بمثل هذه المهزلة بمثل هذه المهزلة والكذب وإلى درجة أن بعض الشباب المسلم يجعل على صورة إبليس يمثل دور الشيطان وحيانا يجعلون الشاب المسلم يمثل الكفار يكون على صورة كافر أو عدو وإذا قيل له من أنت قال أنا فرعون أو قالوا من أنت قال أنا إبليس وقالنا قارون واللي يقول أنا أبو جهل وهكذا من الضياع الذي كله إذا سئلوا عنه ما هذا قالوا هذا تمثيل إسلامي تمثيل إسلامي يعني ينسب إلى الإسلام زورا وإلا الإسلام بري من هذه الأعمال وليست هذه من الإسلام في شيء والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة الأذكار وعلمهم الدين وفقها الناس في دين الله عز وجل وتعلموا الحلال والحرام بدون هذه المهزلة التي تمارس باسم الإسلام ويحاول بعض هؤلاء أن يستدلوا لهذا التمثيل بأشياء لا تمت له بصلة نعم قال ثالثا بيان آداب المتعلم عند المعلم رابعا أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالإيمان بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة خامسا البدو بالأهم فالأهم لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام وبدي بالإيمان بالله في تفسير الإيمان سادسا أن أركان الإسلام خمسة وأن وصول الإيمان ستة سابعا أن الإيمان بوصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب ثانيا ثامنا بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان تاسعا بيان علو درجة الإحسان عاشرا أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه الحادي عشر بيان شيء من أمارات الساعة الثاني عشر قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين